الحدث تحت قبة البرلمان ونقلوا الخبر من وسائل إعلام محلية ودولية خارج أسواره بعد قرار اقتصار حضور تغطية الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب على الإعلام العمومي فقط قرار أثر استنكر أصحاب السلطة الرابعة وعد ممارسة إقصائية لا مبررة لها وخطوة إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والإعلام والإنصاف والمساوات من أجل الوصول إلى المعلومة والتغطية ما دفع بالنقبة الوطنية للصحفين التونسيين إلى إصدار بيان في هذا الاتجاه أكدت فيه أن منع الصحفين من التغطية هو سابقة خطيرة تصادر حقا مكفولا بالدستور وبالتشريعات التونسية هي خطوة ليلة الوراء يعني نحن هنا في مبدأ إقصائي ومبدأ تعتيم حق الجمهور في المعلومة تكون في المؤسسات المشهد يجب أن يكون فيه تعددي ويجب أن التغطية العالمية تكون من زاوية الكل في كافة المحامل الصحفية وفيما أرجعت النائب فاطمة لمسدي قرر اقتصار التغطية الإعلامية على الإعلام العمومي فقط إلى تحفظات عدد من النواب من أن يتم نقل صورة موافية للواقع حسب تبريرها أكدت مجموعة أخرى من النواب استنكارها لمثل هذا القرر معتبرين أن الإعلام راكيزة أساسية للعمل البرلمانية وفي إطار النقاش كانت هناك العديد من التحفظات عند النواب بخصوص الإعلام الأجنبي وهل هناك بعض التأثيرات ولا بعض من يسعى إلى أن يوري صورة المجلس هذية بصورة منافية للواقع فكنا احنا معناها اقترحنا أنه عليش لا ما يكونش الإعلام العمومي يغطي الجلسة العامة عجبتنا ياسر أنه المسألة الاقتراحات هذية في تناغم مع السلطة التنفيذية خذت بخاطرنا معاها تواجد كل المؤسسات الإعلامية الوطنية والعالمية نعتذر بتاتخ إذا وصلت لكم معلومة ناجم تكون خاطئة ما نعرفش على شنوة اعتمدوا بالضبط ولكن على الأقل أنا متأكدة اليوم أني نمثل أعداد مهم من نواب الشعب اللي رفضين رفض قاطع وأنه تكون فما مقاطعة مع الإعلام أنا ضد اللي يسار ومع المسايند المتقل للسلطة الرابع من جانبها وفي بيان صادر عنها عبرت الجامعة التونسية لمديري الصحف عن استغرابها من منع الصحفين من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب معتبرة أن القرار يعد اعتداء على حق المواطنين في الإعلام الحر والمتعدد وذربا لحرية التعبير والإعلام